ازاي اكو الاخبار يا رب اكونوا بخير ان شاء الله المفروض في بداية الplay list دي المفروض ان انا هشرح أو يعني هلخص الكورس بتاع System Analysis خلينا الاول اعرف الاول نفسي سريعا كده فانا مروان Software engineer Front End developer يعني بحب المواد اللي شبه السوفتوير انجينيرينج وحاجات الجميلة دي لأن السوفتوير انجينيرينج أنا في رأيي الشخصي هي أهم مادة عندنا في الكلية عموما سواء خدناها أو هناخدها ولو أنت في تانية هتاخدها مفروض التيرم اللي جاي إن شاء الله دي من أهم المواد عندنا أنا ما كانتش الأهمة هتقول لي طب يا عم لا أنا في الآخر هكتب كود ومش عارف إيه والمواد اللي فيها كود أهم ومش عارف إيه أقول لك لأ برضو لأن السوفتوير انجينيرينج جواها الموضوع ده فاهم يعني أنت في الآخر سوفتوير انجينيرينج مش لغة برمجة أو مش حاجة أنت بتتعلم فيها مش مادة أنت بتتعلم فيها حاجة بعينها لأ هو كونسط وطريق التفكير فدي من أهم المواد لازم لو أنت سقطتها أو يعني مركزتش فيها مدتهاش اهتمام عالي في يعني لما خدتها شبه أنت خدتها إمتى فحاول تعيدها تاني حاول تشوف كتب ممكن أرشح لك كتب كتير ممكن تسمع البليلست برضو اللي عندي على اليوتيوب تشانل هتلاقي فيها ملخص تقريباً اللي تقريباً لو أنت لسه هتخدها فركز فيها بقى من الأول وديها هتمام كبير جداً لناف من أهم المواد دي كده السوفتوير انجينيرينج طب إيه علاقة السيستم أنارسيس بالسوفتوير انجينيرينج هي؟ إحنا عرفنا أن السوفتوير انجينيرينج عندنا أكثر من فااز أو عندنا حاجة اسمها سوفتوير سايكل عندنا فيها خمس فايسز كويس السيستم أنارسيس هو مختص إكتر أو بيتكلم in details في 2 فايسز من السوفتوير انجينيرينج فالاثنين معتمدين على بعض بشكل ما مش معتمدين على بعض بمعنى أنت لو ما تعرفش حاجة عن السوفتوير انجينيرينج أو يعني ما خدتش مادة السوفتوير انجينيرينج هتقع في اللي he ايه? لا مش للدرجات دي. بس انت لازم تكون عارف اي حاجة حتى لو بحث ولا حاجة مجرد سيرش كده عن سوفتور انجينيرينج لو انت مخدتهش قبل كده. تكون عارفه قبل ما تخش السيستم انارست. في حاجة تانية ورضو عايز اقولها قبل ما ابدأ دليك انت في الكلية يعني. ان انا ده اعتقاد شخصي من عندي او ده تفكير من عندي انا انا باعتبر الكلية هي مكان متجمع فيه شوية كورسات كتير. او بمبلغ بسيط جدا اللي هو بيدفع كل سنة. فحاولوا انه تستغلوا الكورسات المهمة اللي بتبقى موجودة عندنا في الكلية اللي انت ممكن ما تعرفهش وانت برا. من ضمنها سوفتور انجينيرينج والسيستم اناليسيس والسي اس والاو اس. الاو اس تو. الاو اس وان ما حدش تركز معي. والحاجات دي لان فعلا الحاجات دي مفيدة. خلينا بقى نبدأ كده على طول في كورس السيستم اناليسيس. طيب انا الكلام ده اقولت وبدري اللي هو ليه هناخد السيستم اناليسيس. اه ممكن عيد الكلام تاني سريعا. فانا قلنا ان احنا عندنا في سوفتور انجينيرينج فيه تو فيسز في الاول اللي هما بالاخص ال الريكوارمنت فيز والديزاين فيز. اه السيستم اناليسيس بقى بيتكلم اكتر عن ازاي ناخد الريكوارمنت بشكل صحيح. مين اللي بياخدها كبوزيشنز موجودة في شركات. وازاي بيتكلم مع الدزاين. طب مين? هل في ناس بوزيشنز مشتركة ما بين الريكوارمنت فيز والديزاين فيز? حاجات كتير بقى من دي مين بيكون عنده القرار في حاجات معينة? طب ايه الفرق? مثلا ما بين الاي اس والاي تي. ايه هي اصلا الاي تي? ايه هي الاي اس? الكمبوننس اللي موجودة عندنا. هنتكلم اكتر كمان عن الستيك هولدرز اللي احنا اتكلمنا عنهم في سوفتور انجينيرينج سريعا كده. هنتكلم عنهم هنا اكتر لان في اللي في الاول دول احنا بنقرب اكتر للستيك هولدرز او بنقرب اكتر للناس اللي هما مش يعني مش بنتكلم قوي مع اصلا نحن بنقرب اكتر من الكلاينت فانت عندك مثلا في انت كل شغلك تقريبا مع الكلاينت وفي حد كده في الريكوارمنت فيز بيبتدي ان هو ياخد الكلام من الكلاينت ويوصله للديفيلبمنت تيب. كويس? عندك في في الديزاين انت برضو بتقعد مع الكلاينت كتير علشان تقدر تحول الفكر اللي عنده لديزاين نقدر بعد كده نحول الكود. فالستيك هولدرز او البيبل عموما اه او الكلاينت كمان. هيدخلوا معنا جامد في في الكورس ده ان شاء الله هنتعلم حاجات كتير. اه طيب برضو في حاجة مهمة انا حابب اقولها انا هنا. اه طبعا انا مرفوض يعني عايز اقول للريسورس اللي انا هتكلم عنها ففيه كتاب اللي هو سيستم انارسيز اند ديزاين اه الاديشن رقم 12. ده كتاب يعني اترشح لي من اكتر من من حد ومنهم دكتور يعني. اه فده ان شاء الله ده انا هلخصه بجانب الملخص بتاع المحاضرة. يعني انا هاخضر بعده المحاضرة واللي هيتقال فيها بلص التلخيص بتاع الجزء اللي خاص بالمحاضرة من ناحية الكتاب. بلص شوية سيرش هيكون معمول سواء بقى على جوجل او شات جي بتي او حاجات من دي. وفي الاخر هتطلع بالفيديو او بالسلايدز البسيطة اللي ان شاء الله حاول منها ما تخدش وقت. يعني ممكن الانترودكشن دي تاخد وقت شوية عشان بس بتكلم في الاول لكن بعد كده هنخش على طول في الموضوع. هيكون فيديو اخر كل اسبوع. مش عارف لسه ممكن يكون يوم السابت ولا يوم الخميس. هيكون بيلخص المحاضرة اللي بتتعال في الاسبوع ده. طيب خلينا الاول نتكلم عن الانفورميشن تكنوليجي. ايه هي اصلا الاي تي? ايه هي الاي تي? طيب هو هنا بيقول ايه بقى? بيقول ان الاي تي هو اه ترابط او اه تعاون ما بين الهاردوير والسوفتوير والسيرفوسيس. كل دول متعاونين مع بعض علشان يعملوا ايه? عشان يمانجوا ويكممنيكاتوا ويشيروا شوية انفورميشن. طيس. فيه تعريف افضل للموضوع ده بيقول لك ايه? بيقول لك ريفيرز تو يوز او ديفلومنت او يوز او ديفلومنت او مينتينمنت للكمبيوتر. سيستمز سوفتوير نيتوركز. اه and other تكنوليجيز. يعني ايه? يعني انت سواء احنا عندنا الكمبيوتر. اه ليه سيستمز هنتكلم عنها طبعا في السلايز دي بشكل مبسط الى حد قصدي مفصل الى حد ما. عندنا الكمبيوتر فيه جوا سيستمز وجوا سوفتوير وجوا نيتوركز وجوا تكنولوجيز تانية. كويس. الحاجة بقى اللي بتخليك تيوز السيستمز دي او تديفلومنت السيستم دي او تمنج السيستمز دي. يعني بالعربي ان انت يوزر فبيستخدم سيستم او بيستخدم سوفتوير او بيستخدم تكنولوجي او انت في الاخر حد بيكتب كود فبتستخدم الكلام ده او انت برضو انجينير فبتبتدي انت بتعمل مينتينمنت او مينتينس للسيستمز والسوفتوير والنيتوركز والعموما اللي موجودة في الائتي اللي احنا هنقولها كون شوية. فانت كده موجود جوه الائتي او بيقولك تكنولوجيز تستور بروسيس او ترانسفير او ترانسيمت او ترانسيمت او اند تريف دات. يعني ايه الكلام ده ريتريف عصد الفرميشن يعني ايه الكلام ده. يعني انت في الاخر بتستخدم بتستخدم او بتفولومنت او بتمنجمنت السيستم والسوفتوير والنتورت، ليه في الآخر؟ علشان تستور information، تخزن information أو تبروثيس information وأنا أعرف دلوقتي إيه هو البروثيس؟ إن أنت تتحول الـ data يعني الـ information أو أنت تترانسمنت إن أنت تحول أو ترسل بيانات من مكان للتاني أو أن أنت تستقبل أو أن أنت قصلا تسترجع الـ data اللي تخزنت أو الـ information اللي تخزنت ليك مرة تاني كل ده بيكون موجود جوه الـ IT شويس جدا عندنا بقى الـ IT components هو يعني موضوع ده مختلف شوية في أكتر من كتاب بس أنا يعني جبت شوية الحاجات دي من الكتاب اللي قريته ومن شوية search بس يعني أهم أهم يعني الحاجات المشتركة مبين كله هم أول ثلاثة أو أول بعض فهنا نتكلم في الأول إن إحنا عندنا الـ hardware بتاعنا الـ hardware والحاجات دي إحنا إيه؟ يعني الناس اللي في تالتة هارست الموضوع ده 15 مرة على حاجة قبل كده الفرق ما بين الـ hardware والـ software وكده بس إحنا نتكلم عنه تاني برضو الـ introduction دي شبيهة للـ introduction بتاعت software engineering برضو في الأول كان فيها لو تفتكروا كان فيه برضو بنقولك الفرق ما بين الـ system engineer والـ software engineer والـ programmer ومش عارف إيه والحاجات دي برضو كل الـ intros بتبقى كده في الأول بعد كده بقى بنتكلم في حاجات جوا techniques أو حاجات أفضل كتير بس برضو الـ intro دي مهم ما أكيد فالمهم بنتكلم في الأول على الـ components فعندنا حاجة اللي هي الـ hardware ايه هو الـ hardware هو أي حاجة physical موجودة عندنا في مجال الـ computer science زي ايه زي الـ computers زي الـ servers أو الـ storage devices الكمبيوتر الصابعة معروفة السيرفر ده هو الكمبيوتر والشغال دايما بنيعرف بنتعامل معها علشان الـ database والحاجات دي ونهصت عليه حاجات ومش عارف إيه الـ storage دي حاجات شبه أو يعني هي الرامات والرام والروم والكلام الجميل ده ده كده الـ hardware الـ software هو أي program أو application بيستخدم بيشتغل على الـ hardware اللي أنا رسأيه لفوقه ده الـ software هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في بوزء كده في آخر الـ lecture دي عندنا الـ network هو الحاجة اللي بتخليك تقدر تعمل communication سواء ما بين كده software مع بعضه جوه device واحد أو ما بين device و device تاني خالص عن طريق الـ one الـ line والكلام اللي كان موجود في الـ network والكلام ده دي الـ network والـ internet طبعا إن انت تقدر تتواصل بقى بالـ الـ network الـ network بقى إن انت تتواصل أو ان انت تكونكت على الـ internet من خلال الـ device بتاعك علشان تشغل الـ software بتاعك أو علشان تبعط برضو مثلاً information أو تخزن data في الـ cloud أو في الكلام ده ده كده الـ network طيب عندنا حاجة تانية أو حاجة تالتة هي data management إيه هي data management إن انت تـ manage الـ data بقى اللي رايحة وجاية وتـ organize الكلام ده ويكون عندك عايز أقول إيه؟ يكون عندك رؤية عن اللي بيحصل في الـ data يعني الـ data بتتخزن إزاي؟ إزاي بنجيبها؟ إزاي ما قلت بنخزنها؟ إزاي تكون منظمة؟ إزاي تعدل فيها اللي هي منوبوليشن إزاي تعدل في الـ data أو طبعاً في الـ data base في عندنا طبعاً components تامية زي cyber security والـ software development اللي هي في المرحلة دي مفروض بقى بنكتب الكود الـ IT support and maintenance إن إنت تـ support software أو hardware يعني حاجة مثلاً هاردوير محتاج إنا تتصلح أو software محتاج يتعمل له maintain وفي الآخر الـ component اللي أنا أتكلمت عنك واتكلمت عنه معاكو هو البيبر كلهم يعني بنقول عليهم الـ stakeholders غالباً إيه؟ طيب خلينا نقول الفرق ما بين الـ data والـ information ودي مهمة جداً يعني دي سلايد مهمة جداً يمكن من أهم الـ slides اللي موجودة في الليكتشر دي طيب إيه هي الـ data؟ الـ data هي الـ raw أو الـ unprocessed facts يعني حاجة مجردة من أي معلومات إنت خدت بس معلومة كده أو خدت يعني input مالوش معنى وهنكأ يعني هديك أمثرة هتعرف يعني ممكن الـ input ده يكون number ممكن يكون text ممكن يكون image ممكن يكون sound أنت حاجة المجردة دي أنت خدتها يعني مثلاً إيه؟ رقم قلتلك 41 مثلاً هل ده دي معنى بالنسبة لك؟ لأ يبقى دي كده data قلتلك مروان هل دي حاجة لها معنى؟ يعني لو قلتلك مروانوس كده كده دي حاجة ملاش معنى؟ فدي برضو تعتبر data وهكذا طيب إيه بقى هي الـ information الـ information هي data اتعمل لها process طيب او اتعمل لها processing فإحنا مفروض بنعمل process علشان نحول data الـ information فالـ data اللي اتعمل لها process يبقى اسمها ايه؟ بقى اسمها information اتعملها طبعاً process organized and structured اتعمل لها شوية حاجات كده دخلت كده جوا ما كانت زبطت وطلعت في الآخر بقى اسمها information هنشوف مثال عملي دلوقتي جميل جداً على الكلام ده بيقول لك بقى ان الـ information هي اللي بتـ add value للـ data علشان تكون حاجة useful ونقدر ان احنا نعمل بيها action معين اللي هي حاجة اسمها action ability فايس؟ طيب خلينا نشوف الأمثلة طيب عندنا مثلاً اول حاجة لو انا قلتلك 61 كده وسكت دي حاجة ملهاش معنى لكن لو قلتلك ان 61 ده مثلاً عمر الفنان عمر دياب بنادري الصحة يبقى احنا كده انت دلوقتي عرفت معلومة اياً كانت المعلومة دي ايه بقى عمر حد طول حد وزن حد اياً كان بس دي كده بقت information ما بقتش مجرد ان هي data وبقت رقم عادي فيه امثلة تانية كتير ممكن انا مثلاً اديلك binary code او binary number واقول لك ان binary number ده بيسوي مثلاً حرف الـ A مثلاً يعني فدي كده برضو اصبحت information ان انا عرفتك ان دي بتاكول دي طيب الحاجة التانية بيقولك لو انت عندك list of sales transactions يعني احنا دلوقتي عاديين مثلاً في محل او احنا بنمنج محل والمحل ده عامل اكتر يعني عامل خلال الشهر كله transactions يعني حاجة بتتباع وحاجة بنشتريها ومش عارف ايه وكده عندك listة بالكلام ده الحاجة دي لوحدها ملهاش معنى طب هيبقى ليها معنى انت لو انت تبتدي تعمل عليها process تبدأ ان انت تطلع منها الريبرتات تقدر ان انت تطلع منها ناتج فمثلاً لو قلت ان المكسب عندي اقل مثلاً من مليون فانا كده خسران مثلاً اواصدي لو الدخل اللي عندي اقل من المليون فانا بقى انا كده خسران يبقى المليون كان في الاول انبوت عادي data ملاش اي معنى لكن لما ادتها حاجة قادرة اسها بيها اللي هو انا قلت لك ان لو اقل من المليون يعني لو اقل من المليون يبقى انا كده خسران كويس فانا كده عرفت ال status بتاعتي ايه دلوقتي انا خسران ولا كسبان مثلاً يعني او ال total sales of each month ال الريبورتات الشهرية اللي بتطلع الكلام ده طيب في حاجة تانية لو انا اديتك مثلاً انبوت ان انا اديتك data اللي هي مثلاً اسمها ايه درجة الحرارة النهاردة وقمتلك درجة الحرارة النهاردة 30 مثلا بس كده طيب ما دي برضو تعتبر data متعتبرش information يعتبر input كده ما عملتش في حاجة لكن لما دخل ال input ده جوة process وابتدي ان انا اعرف الاول انا في انهي دولة كويس وابتدي اعرف الدولة اللي انا فيها دي مكياس الحرارة عندها بيكون معتمد ازاي يعني مثلاً انا دلوقتي لو اقل من كذا فالدرجة الحرارة عندي دي كده غير المعتادة مثلاً في دول الدول الخليج مثلاً خلينا نتكلم درجات الحرارة عندهم في الطبيعي ان هي عالية يعني الطبيعي بنزولهم 30 ده كده بيزغراتوا يعني دي حاجة كويسة أصلاً لكن عندنا احنا هنا في مصر 30 دي ممكن تبقى كتير مثلاً فانت كده عملت process عندك اكتر من input تاني اللي هو الدولة ومش عارف ايه وشوية حاجات تانية وقدرت في الاخر انت تطلع او button مثلاً تقوله ان النهاردة الجو غائم على غير المعتاد او النهاردة كذا او كذا او كذا طبعاً مش خبرة قوي في الحاجات دي بس دي تعتبر information حاجة مهمة جداً جداً يعني الناس اللي هي بتشتغل في الويب اكيد بتستخدم الموضوع ده الـ user behavior الـ user behavior data دي تعتبر data نعم مش محتاجة يعني الـ user behavior زي الـ clicks بتاعت الـ user views انه هو يستور الـ session id بتاعته انه هو يـ click في مكان فاضي حاجات من دي كتير يفتح تاب معينة كل دي كل ده هيعتبر behavior لـ user بنتقدر نـ detect على فكرة الكلام ده بـ tools كتير موجودة عندنا في الويب زي مثلاً جوجل analytics بيقدر يورينا كل الكلام ده فده في الاول بيكون data رو data مش عارفين من يعني الـ user عمل click طب انا عمل ايه برضو ايه مش فتح الـ user فتح تاب انا عمل ايه كل الحاجات دي انا مش بابا فاهمها بلاش انت وانت قاعد على الفيسبوك بتعمل بتتفاعل على بوست من نوع معين كتير بتتفاعل على اي حاجة في حاجات معينة عجبك مثلا احنا كناس programers او ناس software engineers فبنبتدي ان احنا نعمل مثلاً love على اي اي كود نلاقي او angry مثلا ايه كان الفيسبوك كده اخد منك data واحد عمل love دي data متعتبرش information لكن بيبتدي ان هو يجمع انت عملت love على كام بوست من نفس الطيب فيبتدي يدرك ان انت كده مهتم بطيب معين فبتدي ان هو يطلعه لك او يعمل لك recommendation للطيب ده من البوست ده علشان هو كده بالنسبة له بقيت information فقدر يطلع لك اه مسلاً بيقول لك هنا ايه user profile with interest مثلاً ان انت بيرتب لك ممكن يطلع لك انت في اللي هو ال people you might know دي بيطلعها لك based على انت مسلاً في كلية ايه او من الاصحاب المشتركة اللي ما بينكو او كزا كزا ده علم كبير يعني غالباً الحاجات دي بيدرسوها في في او مسلاً ان انت فتحت اكتر من تاب فقدر بعد كده اقول لك التابس اللي اتفتحت دي اه الهيستوري بتاعة ايه اه زي ما قلت اه بناء على التعامل بتاعك او بتاعك فاي منصة او اي اي سمارت سوفت وير ببتدي ان انا وطلع لك وطلع لك وطلع لك بها او يبقى عندي information فقدر بطلع لك بعد كده بالinformation دي طبعاً الحاجات الشهيرة جداً موضوع المايك يعني ان انت لو الموبايل جنبك وعادت تتكلم عن اي حاجة بعد كده بتلاقي على طول اول ما تفتح اي سوشيال ميديا تلاقي الموضوع ده بقى اطلع لك كل الحاجات اللي انت تكلمت عنه ده بيحصل ليه هو بالنسبة له الساوند اللي طلع من دوقك ده والمايك بيبقى دايماً مفتوح على الموبايل بحس ان هو يستقبل اي ساوند يطلع منك ببتدي يحلل الكلام ده طبعاً هو بالنسبة له الساوند دي داتا داتا روب ببتدي يحللها ويكتشف ان انت فيه كلمات معينة قررتها اكتر من مرة انا مثلاً دلوقتي في المحاضرة اللي انا بتتكلم معاكم فيها دي هو موبايل جنبي قلت system analysis مثلاً اكتر من مرة فالموبايل دي تكتد للكلام ده ان انا قلت system analysis اكتر من مرة بقى بالنسبة له information هيبتدي بعد كده لما اجي افتح الفيسبوك يبتدي ان هو يطلع لي كوطب مثلاً عن system analysis يبتدي ان هو يطلع لي كورسات عنها يبتدي ان هو يطلع لي اي حاجة related بالكلام اللي انا كنت بتتكلم عنه يارب الجزئية دي تكون واضحة في حاجة مش واضحة في اللي فات او حد عايز يقول امثلة انا ما قلتهاش في ال data to information حد رافع ايده تمام انا بان نسباله تمام تمام طيب عندنا بعد كده position مهم جداً موجود جوه المنظومة بتاعة system analysis مين هو هو systems او system analysis مين هو بقى الشخص ده هو بيعمليه هنبتدي نتكلم دلوقتي هو بيعمليه بيقولك ان هو بي bridge تاجاب between business needs and IT solutions by analysis and designing efficiency بتاعة او effective systems طب ايه يعني الكلام ده بقى بيقول ان احنا دلوقتي عندنا client عايز حاجات معينة جمعنا منه requirement معينة واحد اثنين ثلاثة اربعة وايس بعد كده عندنا IT solutions وايس ايه هي IT solutions اللي هو ازاي احول الواحد اثنين ثلاثة اربعة لحاجات فعلياً شغالة مثلاً اليوزر ايه قال انا عايز الماوس يكون ليه شكل معين كده في البراوزر ومش عايز ان هو يكون او اصد في الويبسايت مش عايز ان هو يكون ماوس pointer كده عادي لا انا عايز يبقى فيه بعبارة عن غزالة بتبري مثلاً والحاجة دي requirement عنده يبتدي system analysis يقعد ياخد requirement دي منه وبعد كده يمرائح قاعد مع IT team بيتكلم معهم طب انتو دلوقتي اللي اليوزر طلبه ده هل هنقدر نحوله فعلياً solution ولا صعب دي المهمة الرئيسية بتاعته ان هو بيبتدي يحلل الكلام اللي اليوزر قاله وبتدي يستادي ويبتدي ان هو analysis هل نقدر نحول اللي قاله ده لحاجة فعلياً شغالة ولا مثلاً هو قالوا واحد اتنين تلاتة اربعة وانا هقول له لا رقم اربعة دي ما ينفعش تتعمل استحالها تتعمل مش انها يشبك لها يبقى وحش او حاجة لها هي اصلاً مش موجودة يعني option ده technical ما ينفعش يتعمل طيب من الحاجات اللي مفروض ان هو بيشتغل عليها الكام points اللي انا هقولهم دلوقتي فعندك requirement مش عارف ايه ان هو بيجمع يعني requirement من اليوزر وده احنا اخذناه في ان هو بعد ما يجمع من اليوزر بقى عنده حاجات مكتوبة مكتوبة بالعربي بالانجليزي بالفرنساوي اي حاجة مكتوبة بأي حاجة عايز يحول الكلام ده لحاجة متشافة بيعمل system design زي ايه system design او امثالة system design زي وزي الـ وزي الـ والحاجات الجميلة دي الـ كل الكلام ده و اكتر مسؤول عنه system analysis system اه ازاي ان هو ايه اصلا اه اهم حاجة عندنا او في حاجتين مهمين جدا عندنا او احنا بنعمل system اول حاجة واهم حاجة هو ان هو دايما يكون راضي عنه اللي بيحصل دي اول حاجة وتاني حاجة ان احنا ما نعملش حاجة تكون تكلفتها اقل من او تكلفتها اكتر اصلي من العائد اللي هيرجع لنا. على فكرة العائد ده مش شرط يكون عائد مادة. ممكن يكون عائد معناوي ممكن يكون اه مصلحة شخصية ممكن يكون حاجة مثلا تتحط في السي في بتاعت لو انت رس صغير اه ايا كان العائد اللي هيجي. الاصل ان هو مش دايما يكون عائد مادة بس انت محتاج انت تعمل لو انت في شركة طبعا لازم يكون عائد مادة اه ان انت تعمل دراسة الجدوة هل بقى الحلول اللي احنا قلناها دي بالتكلفة دي هل هتطلع لنا في الاخر ربح معقول ولا لا. ده بيكون مسؤول عنه السيستماناليسيست. هو بقى بيختار ويكتريت دي يشوف طبعا انا دلوقتي هديفولوب الموضوع ده على ويب ولا موبايل ولا ديسكتوب مثلا. طب لو هو ويب هل هستخدم مثلا ري اكت ولا انجولر ولا مثلا هعمله بفانيلا جاباسكريبت طب اصلا هستخدم جاباسكريبت ولا هستخدم طيب سكريبت طب انا هتعامل بقى بالبي دابلو ايه كلها حاجات جوة في التكنيكا لان برضو السيستماناليسيست ده بيكون عارف شوية التكنيكا المحترمين لانه بيقعد مع التكنيكا التيم بيبتدي يتكلم معاه في الحاجات اللي انا لسا قيلها دي. طبعا دي بتبقى بيصدق على مكتوبة من اليوزر او من الكلينت. انه مسلا بيقول ان اغلب اليوزرز اللي عندي بيستخدمه الموبايل وانا محتاج ان اليوزر يكون دايما شايف البرودكت بتاعه قدام عينه ومحتاج ان انا ابعث له نوتفيكيشنز بشكل انا ومش عارف ايه فانا كده هتجه اكتر للموبايل ابليكيشن او للبي دابلو ايه. طب هختار انهي منهم ابتدى رجع تاني للويوزر. لقيت ان البودجت بتاعت اليوزر قليلة جدا. وفي نفس الوقت السيستم بتاعه مش كومبليكس قوي. فخلاص انا كده ممكن اعمله بالبي دابلو ايه. لان الموبايل ابليكيشن مكلف. مش شرط يكون مكلف ماديا. بس ممكن يكون مكلف ان انا هجيب مثلا ناس ريسورسز من برا يشتغلوا معايا في التيم لان انا ما عنديش موبايل ابليكيشن. انا كل الناس اللي عندي ويب. كويس. فهل ده يستحق ان انا عمل كده? لا. خلاص الكلينت. اه كده كده البودجت بتاعته بسيطة. والكمبليكس البروجيكت كومبليكس بتاعته ضعيفة. فمش محتاج ان انا اهندل الموضوع ده في موبايل ابليكيشن. فمثلا بديل الموبايل ابليكيشن الحد ما هو البي دابلو ايه. هيدي له نفس المميزات. هيدي له ان الويب سايت يكون انستيلابل. وخلاص الدنيا هتمشي مثلا. طب القرارات دي بتبقى عند مين? عند السيستيم. اناليسيس وعنده كمان التيم ليدر او البروجيكت او البروجيكت اونر. وطبعا الاتي تيم يعني. طبعا برضو بيدوكمنت الكلام ده كله طول ما هو ماشي. وبيعمل حاجة تانية مهمة جدا هي اليوزر ترينينج ان ساببورت. ان انا بعد ما خلصت السيستيم بابتدي اترين اليوزر على السيستيم بتاعي. انا مثلا بعمل السيستيم لمطعم فاجيب المدير او اجيب الشباب اللي شغاله في المطعم. وابتدي ان انا ادربه مع السيستيم الجديد بتاعي. بما ان انا عارف كل حاجة عنه. من اول الريكوارمينس الاول لاخر لحد قصدي بيشتغل ازاي ومش عارف ايه. كمان الساببورت لو اليوزر بعد ما انا بيعتله او وديته البروجيكت خلاص يبتدي ان هو عنده اشو او عنده مشكلة او عنده تيكت بيسموها. يبتدي ان هو يتواصل معي طبعا مش بيتواصل معي بشكل مباشر يعني. يتواصل معي على طول من التول اللي ممكن يتواصل معي عليها زي مثلا الايميل او على جيرة. حاجات من دي يبتدي ان هو يقول ان في اشو. فانا بكون مسؤول برضو عن الموضوع ده. يا سيستم انا رس استعلم. طيب خلينا دلوقتي نقول بقى ايه الفرق ما بين ال اي اس وال اي تي. طيب عندنا ال اي اس اللي هو ايه هو او انفرميشن سيستم خلينا اللي ان هو جمع. طيب ايه هو الانفرميشن سيستم دي. هو باين من اسمه اكتر من سيستم بيبتدوا ان هما يتعاملوا او يكولبريتو مع بعض. علشان يهندلوا انفرميشن معين. خلال بروسس معين. يعني بيعملوا بروسس علشان يحولوا داتا لانفرميشن زي ما اتكلمنا عن طريق كذا سيستم بيكولبريتو مع بعض. ده كده ال اي اس. طيب الاي تي بقى بيعمل ايه? الاي تي هو اللي شايل الكلام ده. هو اللي بيهندل او هو اللي بيصبورت الاي اس. اللي هي اصلا تشتغل. دي كده الاتين. هديكم سال جميل جدا ان شاء الله يا رب يوصل الفكرة الموضوع كان تخم بالنسبة لي في الاول على المفهمتي. لو انت دلوقتي ستودنت زي ما احنا موجودين دلوقتي ومفروض ان احنا محتاجين ان احنا نعمل سيستم او فيه سيستم قردي معمول محتاج ان انا من خلاله التايم تابل بتاعي وان انا يعني عايز اذاكر بالبلدي كده ان انا عايز اذاكر فعايز ان انا المواد اللي تيجي ابتدي ان انا اعمل تايم مانجمنت عليها علشان اقدر اذاكرها صح. طيب هتعمل ايه بقى ايه هو الاي اس اللي انا هستخدمه اقولك دلوقتي. فانت مثلا هتختار ان انت على جوجل كالندر مثلا هتبتدي ان انت تتعامل ان انت اول ما مثلا الدكتور يديك معين ان انت تحطه على جوجل كالندر ان انت هتعمل ده مثلا من الوقت كزا للوقت كزا. وتبقى بتعرف بتاعك عليه. مثلا فيه طول مهمة جدا زي نوتيشن. او لا نوتيشن ايه اسمها نوشن تقريبا. انا برضا انا مش بس اخدمها انا بس انا مهمة. اه دي طول مهمة عشان تقدر تمانج منت الطايم بتاعك. اه حاجة زي مايكروسوفت برضو دي حاجة تقدر تمانج منها الطايم بتاعك. طيب عايزين نكوليبريت بقى الكلام ده كله مع بعضه. ففيه مثلا الايميل. ممكن انت مش عاول فيه سيستم موجود بيعمل كده. لا لا بس انت ممكن تخلي الدكتور يبعث لك بتاعتك على الايميل والايميل اوتوماتيك بشكل ما حتى لو حاجة دي مش موجودة بس انا بحاول اوصل الفكرة. الايميل بشكل اوتوماتيك يبتدي يستور الكلام ده في جوجل كالندر او على طول الدكتور يبتدي ان هو يستور الاسايمينت او المحاضرات او كزا ايا كان على جوجل كالندر اللي انت هتشتغل عليها او ان انت دي هتفيدك. واخترت ازاي هكولبريته مع بعض وازاي هتستفاد اكبر استفادة من السيستم دي. طب الاي تي بقى بتعمل ايه? الاي تي يا باشا هي الانفيرومينت اللي بيعيش فيها السيستم بتاعك. ازاي? الاي تي هو الديفايس اللي انت فاتح منه جوجل كالندر سواء كان كومبيوتر او او موبايل او تابلت او اين كان هو ايه? الاي تي هو النيتورك اللي انت هتستخدمها علشان تأكسس الكلاود علشان تستور المواعيد بتاعتك من جوجل كالندر للكلاود. ليه علشان لو فتحت من الديفايس مختلف بنفس اليوزر تلاقي نفس الكالندر بتاعتك موجودة. فانت كده محتاج الكلاود ومحتاج نتورك. ايه تاني ممكن نستخدم في الاي تي؟ الدكتور نفسه يعتبر طبع الاي تي لان الدكتور هو بيبل والبيبل من دون الكمبونانس اللي موجودة في الاي تي زي ما نلسا اppe المن شوية. فالدكتور كااييمنت هو دلوقتي موجود من دين الانبيرومنت بتاعة الاي تي لانه سيعد انجود ا認بيرومنت او اوي بيحط اي لك الاتسيمنت على sy sistemز الدون الموجودة. دهgeme كده بشكل مبسط. طبعا لى كان المفروض خلال الكورسي هنتكلم تفاصليا عن ان شاء الله يعني الاس والاي تي والكلام ده. لكن بشكل مبسط ده الفر Antarctica. يبقى ثاني الاس هي السيستم اللي انت بتستخدمها عشان تحقق ميشن معينة او عشان تستور داتا معينة او عشان تستخدم او تبروسس اه انفورميشن معينة والاي تي هي اللي بتصبرت الكلام ده عشان تقدر تعمل ده اصر لان الاي اس من غير الاي تي ولا حاجة طيب اخر حاجة خلاص كده قبل ما نقفل ايه هو السيستم اصر يعني ايه سيستم اه ومن هنا بقى ده تقريبا بداية الكورس بتاعنا يعني للسلايدز اللي جاية او يعني قصلي للمحاضرات اللي جاية ان شاء الله ايه هو السيستم بيقولك السيستم هو set of related components بتتعامل مع بعض او بتتحد مع بعض علشان في الاخر تحقق result معينة بيقولك ان اي سيستم بيريكويرز ان هو يكون فيه input data داخلته طيب عندنا طبعا سيستم يعني بالعربي برضو بيقولك ان السيستم ده هي شوية حاجات components مجتمعة مع بعض علشان في الاخر تحقق نتيجة معينة او هدف معينة هو ده السيستم ويقولك برضو ان كل سيستم لازم يكون فيه input داخله عشان يبدأ ان هو يتعامل يprocess ال input ده وفي الاخر يطلع عليك output في امثال كتير جدا على systems يعني كل حاجة حرفين في حياتنا وتعتبر system اكلك يعتبر system يعني مثلا خلينا نتكلم على الاكل يعني مثلا كده جيب في المال على طول ايه ال input وانت بتاكل هو احنا هنوصل لمرحلة مش حلوة كده مش مشكلة يعني ايه ال input وانت بتاكل هو الاكل اللي داخل كويس تبتدي ان انت تprocess الاكل ده جواك عن طريق كذا element اللي هو مثلا المعدة واللسان وكذا 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 دي تعتبر elements دي تعتبر components دي تعتبر حاجات كتير موجودة جوا system واحد اللي هو حضرتك عشان تبتدي تprocess ال data اللي دخلت لك اللي هي الاكل بس ده كده اعتبر system من systems الكتير اللي فيه عليها فيه امثلة كتير على systems دي طيب السيستم ده بقى بيتكون اي system بيتكون من مش عارف الاسترائيز اللي جاية بتوضح المس دي لا طيب لس طبعا السيستم ده مفروض اي system بيتكون من components رئيسية ايه هي ال hardware, software, data, process, people ال hardware لسه متكلمين عنه software احنا قلنا ان هو اي اب ومش عارف ايه وكذا هنتكلم عنه بشكل حاجات ممكن تكون اول مرة تسمعوها عن انواع من من ال software هنتكلم عنها في الاسترائيز اللي جاية ال data زي ما اتكلمنا ان انت مفروض بيدخل لك data بتبتدي انت تعمل process عليها عشان تطلع information يبقى انا قلت ايه في النص ان انا بيدخل لي data بعمل لها process يبقى الحاجة التالتة او الحاجة الرابعة او ال element الرابع اللي موجود عندنا في ايه system هي ال process سواء بقى functions سواء tools معينة هتستخدمها ايا كان ايه هي ال process بتتعمل ازاي فدي كده element او component موجود عندي واخر حاجة خالص ال bible انا مش عارف ازاي ديتكم مثال علينا احنا كاسيستم لان كده جواك جواك بني ادم جواك يعني فده مش مانطقة وصوية اعتبر system يعني هو هنا بيتكلم يعني في الجزء ده هو بيتكلم على system من رؤية البرمجية او من رؤية software engineering لكن احنا هنا بنتكلم عن system بشكل عام فخرفيا اي حاجة تعتبر system مدام بيتخل لها انبوت وبتطلع او بوت اما هنا هو بيتكلم في ال elements دي عن ال elements بتاعة system كsoftware لان اكيد انت برضو ما فيش جواك hardware وsoftware والتلام دي طيب خلينا نتكلم اكتر عن انواع software بيقولك بقى in software component we have في حاجة في حاجة عندنا اسمها application software او قصدي application system ايه بقى ال application system ده دي انواع من software طيب ال application system عندنا تلات انواع رئيسية مهمة ان احنا نعرفها يعني معلومة كويسة انا ما عارفش هي موجودة عندنا في المادة او لا بس هي مهمة ايه عندنا الhorizontal وعندنا ال vertical وعندنا ال legacy طيب خلينا نتكلم الاول على الhorizontal ايه هو ده الhorizontal systems هو system ممكن ان احنا نستخدمه في اكتر من type او اكتر من type مختلفة بمعنى ايه الكلام ده ان انت ممكن يكون عندك شركة اه software house خويس ان انت بتعمل software ومش عارف ايه وعندك شركة تانية لادارة الادوية وعندك شركة تانية عندك عيادة يعني عندك أكتر من طيب لكمبانيز مختلفة. لو لقيت سيستم مشترك ما بينهم هما كلهم يبقى ده كده هورزينتر سيستم. زي إيه؟ زي الورد مثلا زي الإكسل زي الإيميل يعني ممكن نقول برضو على التليفون الأرضي مثلا برضو يعتبر سيستم ممكن يكون موجود في أكتر من شركة. المهم إنها حاجات خلاص هي كده هتستخدم هي هي بنفس الفونكشنز بتاعها في أكتر من طيب لشركات مختلفة. ركز في طيب اللي هو مش بس في أكتر من شركة لأن ممكن يبقى أكتر من شركة بنفس الطيب دي كده ما يعتبرش هورزينتر يعني. لازم يكون أكتر من طيب يعني شركات بطيب مختلفة. طيب إيه بقى هو الفيرتكال لقى? الفيرتكال ده بقى بيتعمل لي يعني بنعمله أو بنكارية سيستم جديد أو سوفتوير جديد لما كان بعينه أو لطيب بعينه. بمعنى أن مثلا عندنا السوفتوير هاوس أغلبها اللي هيشة غلب الأجيل بتستخدم تول اسمها جيرا. فهل جيرا دي تعتبر هورزينتر؟ لا لأنها مش بتستخدم في كل الطيب لأنه إحنا دلوقتي بنقول طيب معين اللي هو سوفتوير هاوس فنعتبر أنهما كلهم شركة واحدة. فدي كده تعتبر الى حد ما. الفيرتكال قوي اللي هو بيبقى باين فيه قوي المثال ده أن أنت بتعمل سيستم خاص بك أنت. مثلا نون عملة سيستم لها هي. جميع عملة واحد تاني خالص. مش مستخدمة نفس السيستم. مثلا طلبات عملة سيستم بيوصل الطلبات لها هي. يونيك لها هي. لكن مثلا المينيوز عملة سيستم تاني خالص. هم واخدين من بعض وده طبيعي. وبيكون موجود الموضوع ده في الدارس يو اكس فاهم قوي أنه لازم بيبقى حاجات مشتركة لازم أنه نطبقها. لكن في الآخر هو عامل سيستم اللي تطلع بنا. عامل سيستم في الآخر ليه هو. ده كده بنسميه يبقى احنا كده عرفنا الفرما بين الهوريزنتل اللي هو بيكون عام بيكون حاجة بتستخدم للناس كلها وبين ال آآ طيب. في حاجة أخيرة اللي هي الريجيسي. الريجيسي دي سيستم موجودة في شركات والسيستم دي قديمة يعني معاولة من سنين. السيستم دي حاليا أنا مش هقدر عدلها أو مش هقدر أغيرها لأسباب كتير أو لأسباب مختلفة. سواء بقى ان هي بتكلفني ممكن تكون هتكلفني وقت ممكن تكون هتكلفني مجهود ممكن هتكون هتكلفني فلوس هغير سيرفر مثلا أو هغير حاجة من دي. آآ لا السيرفر هاردوير هغير سيستم أو سوفتور معين. مثلا هبدل مثلا ما بين أنا كنت شغر أكت وعايز أحول أنجولر كده. الحاجات دي مش هقدر أعملها لأن الموضوع ده هيكلفني كتير. قصصان لو مكتوبة بشكل غلط أو مش مكتوبة بشكل في الاكسب الكفاية أن أنا أبدل. فبنعمل ايه؟ بيكون الشركات مضطرة أن السيستم الجديد اللي داخل يبتدي أن هو أو هاو ازاي السيستم اللي داخل الجديد ده هيبتدي يتعامل ويبتدي أن هو يتعامل بدون مشاكل مع السيستم اللي موجود أريدي حاليا. مثلا يعني يا رب بس يجي في بلاي مثال لو أنت عندك مثلا في أونلاين شوبينج عندك الألمنت أو الكمبوننت بتاع الكارت مثلا اللي احنا بنقاد فيها الكمبوننت بلاش بلاش. لو أنت عندك مثلا سيستم مش شغال بالاي اي اي. سيستم قديم شغال من غير الاي اي. وقعيز قبل ما الاي اي يطلع حاجة كده بداية جدا وتعاملها صعب ومش عارف ايه. ولما الاي اي طلع حبيت أن انت تأطلع الاي اي على السيستم القديم اللي عندك. هنا بقى بنسمي ان ده يعطب الليجيسي سيستم لأن انت هيجي في بوينت من البيوينس اللي موجودة عندك في السيستم. هنحتاج أن السيستم القديم يتعامل مع السيستم الجديد اللي هو مكتوب بالإيقار فهنا بقى بيكون لازم يكون فيه هندلينج للموضوع ده وده طبعا موضوع يعني المفروض موضوع من مواضيع المادة اللي احنا هنتكلم فيها زي نهندل حاجات زي كده انا كده يعتبر خلصت او يعني انا فعليا خلصت اتكلمت غالبا في حاجات ممكن تكون لسه هتتقال مثلا في المحاضرة اللي جاي أو حاجة ما عرفش بس في حاجات كتير يمكن ما تقالتش بس الموجودة في الكتاب يا رب كانت بسيطة وعجبتكو كمان فيه بعد ساعتين من دلوقتي ان شاء الله هيكون فيه مراجعة عن لان زي ما انت شايفين فيه حاجة كتير معتمدة على انت كنت تبقى فاهم يعني ايه ففيه مراجعة تكون على وهي محاضرة انا عملتها قبل كده هعيدها بس تاني اونلاين دي هكون الساعة عشرة ان شاء الله للشباب اللي معايا دلوقتي اونلاين وعلى اليوتيوب بقى ممكن تنسى الحداشر حداشر ونص كده يا خليني اقفل لتسجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر